السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب يا سنة 5 تعالوا نشوف ايه السؤال الجديد اللي نازل في الاختبار ان شاء الله السؤال ده هيجيلك في نص الترم ان شاء الله السؤال ده من الاسئلة اللذيذة اللي بتعودك وبتخليك تبقى شاطر في الجرامر اللي عارف جرامر كويس وفهم جرامر هيحل السؤال ده بكل سهولة طب ايه هو السؤال ده تعالوا نشوف السؤال ده ونترجمه ونشوف هو بطلب منك ايه هنا السؤال بيقول read and write the correct form of the words between practice يعني هو هنا جايب لك في الجمل كلمة ما بين قصين والكلمة دي غلط انت عليك تصححها تبع فهمك للجرامر اوكي ركز معي لان المراجعة ده جميلة جدا 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 جزاها كل خير المدرس اللي عاملها وتعالوا نشوف الاسئلة ونحل مع بعض بس ركز لان من خلال المذكرة دي انت هتراجع على grammar الترم كله تمام بسم الله الرحمن الرحيم number one how about buy some more fish طبعا يا ولاد how about buy هنا جايب buy شايفين buy هنا في المصدر يعني من غير اي اضافات لأ يميس احنا عارفين ان هاوا باوت بيجي بعدها ال verb ing ركز ركز ال verb plus ing الفعل في ing تمام يبقى هتبقى buy سنة خمسة اول حاجة خدتوها في unit one هاوا باوت بيجي بعدها ال verb ing اوكي number two what color would you what color would you like يا ولاد هنا المصدر what color would you like اوكي like هنا ما ينفعش يجي فيها اس حبيبي هنا هتبقى like ده سؤال سؤال يا ولاد بيجي في ايه ال verb infinitive what color would you like what you like وده سؤال انتو حفظينه وبتقوله كتير what color would you like what food would you like what what clothes would you like اوكي ما لون ما الطعام ما الملابس اوكي what color would you like what do you like اوكي يا ولاد what like what do you like سؤال جميل ولذيذ اوكي نيجي بقى للايه للgrammar اللي هو الناس كتير بدأت لغبط فيه تعالوا نشوف هنا are there some tomatoes حبيبي الحلوين احنا كنا عرفنا الفرق ان صم دي بتيجي يا حبيبي في ايه في الجملة المثبتة صم بتيجي في ايه يا ولاد في الجملة المثبتة صم بتيجي في الجملة المثبتة بركزوا معي المثبتة يعني ايه يعني اللي مش اللي ما شه concepts ولا سؤال وبتيجي في السؤال اللي بدق بكان السؤالة ها هو يا ولاد اللي بدق بكان ووض تاني ركزوا يا حلوين ركزوا يبقى صم بتيجي فين في الجملة المثبتة اللي هي لنفي ولا سؤال يعني الجملة العادية وبتيجي في السؤال اللي بدق بكان واللي بدق بوض وطبعا احنا شرحين ان صم قالت انا عاوز اجي في السؤال زي اني اه فاحنا لدينا لها السؤال اللي بادئ بكام ووضع سؤال العرض والطلب. اوكي? تمام? يبقى هنا. طب من اللي بقى ببتيجي في السؤال? من اللي بتحب بتنط وتسأل? بتحب بتنط يعني بتجي في وبتحب بتسأل يعني بتجي في السؤال. يبقى ايني? اوكي? خليكم معايا. ايني بتجي فين يا ولاد? واحنا ماشيين كده نراجع? في النافي في النط في الجملة اللي فيها النط والجملة اللي هي سؤال. اوكي? بتنط وتسأل. دايما احنا بنقول ايه? ايني بتحب بتنط وتسأل? نط في السؤال. في النيجاتيب في النافي. والعلمة الاستفاهم دي يعني ايه? يعني في السؤال. تمام? اوكي? تمام يا حبيبي? طيب يا ميس حضرتك قلتي اني بتيجي في السؤال اللي بدء بود. بس خدوا بالك اولاد. المفرد. المفرد بينفرد بتلات حاجات وانا اشرحهم قبل كده. المفرد يا جماعة ملوش دع ولا بصام ولا ايني ولا ولا اي حاجة. المفرد بيجي قبله يا ام اين? يا ام اين? يا ام وان. ركزوا جماعة. المفرد ملوش دعوة ولا بصام ولا ايني. المفرد بينفرد بتلات حاجات. اي او اين او وان او زيرز. تمام? المفرد ينفرد. المفرد يا جماعة ينفرد. ركزوا حبيب. ركزوا. المفرد ينفرد باي او اين او وان. حتى لو بدي السؤال بوود ملناش دعوة. صام دي يا جماعة بتيجي صحيح في السؤال اللي باد بوود بس لازم الاسم اللي عندنا يا ام جمع يا ام غير معدود. تاني يا حبيبي. المفرد ينفرد. المفرد ينفرد يعني ايه? يعني بيجي قبله يا ام اي. يا اين يا وان. طب اج دي اولاد مفرد سينجلر. وقبلها واولها حرف متحرك. هتبقى ان. وخلي بالكم كل الناس بتنخدع في السؤال ده. اوكي. نمبر five. would you like an eggs? شايفين يا جماعة? هنا ده ايه? ده ده جامعة. ده جامعة. يبقى ايه اللي جاب هنا ايه وان وما نشدع وان للمفرد بس. ايه وان للمفرد بس. او ما لقيه اللي يجي للجامعة? اهو. would here. would. يبقى هنا في الحالة دي نحط سم. الله يا ولاد عارفيني الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت? اللي فوق هنا مفرد يجيله ان. هنا اجز جامعة يجيله سم في السؤال اللي بدء بود. اوكي تنخدع وتحط اي سؤال بدء بود. تبقى سم. لأ ممكن يكون الاسم عندك مفرد. تحط قبليه. المفرد ينفرد بايه? باي وان وون. اي وان وون. اوكي ركزهم. اوكي. نمبر six. can i have any tea please? يا ميس حضرتك ايللنا فوقه ان ان سم بتيجي في السؤال اللي بدء بود. وكان بس بشرط. بس بشرط. يا ولاد. لازم الاسم يكون جامع. يا ام غير معدود. اه ما هو هنا غير معدود يا ميس تي. يبقى هي جسامه. ركزوا يا جامعة. اوكي ركزهم. نمبر seven. i have an oranges. ايه اللي جاب هنا ان يا جامعة في الجامعة? روحي اجري. مناش دعو ان دي يا جامعة للمفرد بس. للمفرد بس. المفرد ينفرد بالثلاث حاجات. اي وان وone وذيرز اللي بيجي معه. اوكي. هنا بقى هيقول ايه? سم يا جامعة. i have some. جملة مسبتة. وجاي بعدها جامعة. يبقى سم تشتغل يا جامعة. جملة مسبتة. والاسم عندنا جامعة او غير معدود. سم. جملة مسبتة. والاسم عندنا جامعة او غير معدود. سم تشتغل. طب وصم تشتغل في انهي سؤال. اللي بدأ بكانه would. بس بشارت برضو. تمام? ان هي لازم يجي بعدها. جامعة معدود او اسم لا يعد. i don't have طبعا وانت مغمض بقى من اللي بتحب تنط ومتحب الجملة اللي بتنط فيها. اني. اوكي. are there? ده سؤال عادي خالص. يبقى اني. اي. are there any milk? هو اللبن ما بتعد الشولات. الاسم الذي يعد بنعمل معاملة is المفرد. يبقى is there? الاسم الذي لا يعد يا جماعة. بنتعامل معه زي اي يا ولاد? زي المفرد is there? بنعمله معاملة المفرد لكن ماش مفرد. يعني ما ينفعش تجيب له تجيب قبل ا 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 استحالة. ده هو بس بناخد من المفرد is there. shares the puck with friends. طبعا يا ولاد ده امر. ده امر شارك. يبقى شارك يا ولاد بييجي الفعل في المصدر imperative. بييجي الفعل في المصدر. الامر في المصدر. طيب. you need study hard احمد. طبعا you need to. تحتاج ان. بييجي بعدها need to يا ولاد. بييجي بعدها الفرب. infinitive. يبقى need to والمصدر. need to والمصدر. need to والمصدر. اكي? need to والمصدر. طب تعالوا نروح لنبر اه 13. she has an orange juice. اوة تنخدع وتقول كلمة orange بس. احنا عندنا orange juice. هنا orange juice ده لا يعد. ده لا ايه? لا يعد. يبقى هنجيب قبل ايه يا ولاد جملة مسبتة صم. يبقى اخد بالكو يا جماعة صم بتيجي بعدها اه? اسم. هي لا يعد. لا يعد. واسم جمعي يعد. يبقى اسم لا يعد. واسم جمعي لا يعد. يعد. sorry. there isn't any eggs in the fridge. هنا هي. طب ما هي نافية هي? واني موجودة. يبقى ايه اللي غلط? اللي غلط يا جميلي ان كلمة ايجز دي ما بتاخدش اس. ايجز دي بتاخد or. يبقى there aren't. there aren't. ok. ok. is there any salad? in the dish. هنا. is there any salad in the dish؟ هنا يا ولد هتبقى is there ولا are there؟ هنا هتبقى ايه? هتبقى ايه حلوين؟ تركزوا كده. هنا هنا طبعا هنا الصلطة معناها اللي هي الخضروات بتاعة الصلطة اللي موجودة في الطبق الخضروات اللي هي الموجودة في الطبق يبقى هنا لأن الصلطة هنا معناها المكونات اللي هي الطماطم والخيار والفلافلة والحاجات اللي في الطبق هنا بيقول في الطبق يبقى أكيد المكونات موجودة في الطبق بيقصد بيها الصلطة هنا الواتر اسم لا يعد وجملة مثبتة يبقى السم تيجي سم سم سفنتين هنا طبعا يا أولاد هنا اسم لا يعد وجملة مثبتة يبقى سم تيجي اسم لا يعد وجملة مثبتة سم هنا I saw any elephant جملة مثبتة بس مش هنستخدم صم يا جماعة لأن هنا ده مفرد ينفرد ده مفرد ينفرد يا جماعة بإيه بإما آ أو آن ألفنت هتبقى آن يا أولاد خلي بالكو المفرد يا جماعة بيعمل حالة رعب كده ما يجيش قابله لصم ولا any المفرد يا أولاد المفرد منفرد بحاجاته اللي هي الآي والآن والوان ايه اللي جابك يا أن هنا في الجامع ايه اللي جابك في الجامع وهنا جملة منفية يبقى any يا جماعة any لإني جاي بعدها جامع و جملة منفية there aren't طب ساعة نشوف كده فيجز آه ده جامع يبقى نشيل some ونحط any يا جماعة some وإني بيحب يوجو بعدهم يا حبيبي اسم لا يعد اسم لا يعد واسم جامع معدود my brother needs onion onion آه طب onion هي مفرد يا ميس يبقى an آه صح لا يا حبيبي بخد بالكم onion دي أولها حرف a vowel يبقى ايه اللي يشتغل في المفرد an ما تخلوش يخدعكم اكي طبعا هوا اول جملة عاملينها بيجي بعدها الفعل في ing تمام آه الجملة اللي هي using لا هنا امر هنستخدم الايه الامر شايفين يا ولادي الكلمات بجايبها لك غلط انت بتصححها we need احنا قيلنها يبقى to study اكي يبقى to study اكي يا ولاد طيب تعالوا كده حبيبي نكمل بسم الله هنا can i have اولها كان اولها كان يا ميس يبقى صم اولها كان يبقى صم طب ثانية واحدة ثانية واحدة صح ما تستعجلوش ما تستعجلوش يا حبيبي تعالوا نشوف اللي بعد صم ايه to study ايوا فعلا يا ولاد اسم لا يعد يبقى فعلا ييجي صم في جملة مسبتة اوكي خد بالك يا ولاد اه انت بتختاروا صم بس لازم تختبروا الاسم الاسم لو لو غير معدود حطوا صم لو جامعوا حطوا صم لكن لو جالكم مفرد انسوا صم اوكي do you have طبعا سؤال يبقى ايني اه ده جامع يبقى تمام اين نشتغل يا جماعة احنا بنختبر في الاسم تمام ايه دي لأ لا سؤال ايه دير طبعا ايه دير هنا يا جماعة يبقى ايني طب ايه اللي غلط يا جماعة الغلط ان هنا في مفرد يا ولاد هنا في مفرد هنا في سينجلر هنا في مفرد يبقى هنا المفرد ينفرد بايه بالاي والان والون تبكر هتبقى اي there is a old book ايه ده يا ميس ده مفرد 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 يبقى الاي صح لا ابدأ بقى بحرف متحرك يبقى اين المفرد ينفرد اوكي would you like any cafe لا يا ميس ايه صحيح بتجي في الاسئلة بس ثابت السؤال اللي بدأ بوضو كان لصم طب صم صح يا ميس اي والاني cafe يا ولاد اسم لا يعد اكي فاهمين صحيح number six how about playing tennis ايه ده انا انا قرأتها بوت كمان عشانها شايفين يا ولاد من كتر ما انت بتقرأ هتلاقي حتى النطق بتاعك مش جاي how about ما رأيك how about ما رأيك وجاي بعدها ال i-n-g how about i need and help with my homework هنا حبيبي هنا يا حبيبي help هنا مش جاي معناها فعل لا هنا جاي معناها مساعدة دي اسم يا ولاد يبقى i need some help وده قملة حلوة قوي 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 some help are there any juice طبعا عصير يا ولاد اسم لا يعد بنعمل معاملة المفرد ويبقى is اوكي she didn't buy طبعا ده في نافي يا ولاد وجاي اسم جامع يبقى اين يشتغل نافي واسم جامع اين يشتغل i would طبعا would بيجي بعدها مصدر يا ولاد يبقى would like i would like اكي طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعدي هنا جايب ايه قطعة فهمة برضو نحلها مش مشكلة one day mona went to an local market لا اهو صح local market هنا يا ولاد هنا مفرد بس ما انفعش يجي قبلي ايه هي بقى a a local market ليه لان حبيبي هنا حرفك second okay to buy any ingredients no اين هنا ايه عشان تستري some some ingredients لانه قملة مثبتة وجامع okay for her favorite salad she picked up هي يولد ايه هي ايه يولد جمعت ايه no some tomatoes okay هنا some ايني مجيش بقى some onions and juicy lemons juicy lemons يا ولاد هنا هتبقى بردو يا حبيبي some okay as she was about to pay the seller offered here هنا a castra apple as a gift اذا هدية يا ولاد تفاحة تفاحة زياد يعني تاب هنا a castra apple دي مفرد يبقى المفرد ياخد ايان يا ولاد لانها بدأ بحرف متحرك money happily took it and left the market اوكي ودي يا ولاد يعتبر ايه شرح اللي هي unit one يا حبيبي في الايه في المنهج بتاعنا تعالوا نروحنا unit two ركزوا معايا لان المراجعة دي جبارة جبارة بجد unit two طبعا يونت يا حبيبي دي متاعت يعني i want to be healthy اليونت دي من اليونتات السهلة جدا اوكي sarah number one sarah is taller طبعا دا تفضيل هنا ما ينفعش تبقى than هتبقى than لا هنا يا ولاد مقارنة sorry مقارنة طب ما تيجي نشوف المقارنة المقارنة يا ولاد than than بيجي معاها يا ولاد ال er في الصفة وال a و more و less و more و less دي في المقارنة تمام والتفضيل the وبيجي معاها est في نهاية الصفة most و less اوكي ده اختصار المقارنة و ده اختصار الايه التفضيل وهنشرح و احنا بنحل برضا اكي mona is good than nada يا مس هنحط gooder استحالة يا ولاد خود بالكو حبيبي الله يهديكم good دي صفة شزة يعني ايه صفة شزة يعني ما بترداش تبقى ايه ما تبقاش نحط لها er امال بتبقى ايه بتبقى better than في صفات يا ولاد ما بترداش ايه تحط l-er بتتغير شكلها يبقى better than nada mona is better than nada يا مس مش حضرتك بتقولي النزان بييجي معها l-er في الصفة الا في بعض الصفات يا ولاد بتبقى شزة بيتغير شكلها شوي okay هنا i am good طبعا انتو ايه i am good at i am good at وانتو حفظنها انا جيد في i am good at okay mass is difficult than arabic يا مس هنا هنحط يا مس حلي بالكو دي صفة طويلة دي صفة طويلة الصفة الطويلة وبنحط لهاش ايه e-r امال بنحط لها ايه يا ولاد بنحط لها يا اما more يا اما less مع زين يبقى هنا نقول a is more اكثر صعوبة من العربي يبقى ذن يا ولاد بتحط لها ال-e-r في الصفة القصيرة عادي في نهاية الصفة القصيرة er than okay لكن الصفة دي في الصفة القصيرة لكن الصفة الطويلة بنحط قبلها more او less smoking is bad than watching TV طبعا بد يا ولاد برضو من الصفات اللي هي الشزة اللي ما بترداش تبقى better استحالة تحطوا بادر ما بترد ما بيردوش ومن هتبقى ايه هتبقى worth worth than watching TV أسوأ من smoking أسوأ من worth than watching TV اوكي خدوا بالكم من المقارنة المقارنة يا ولاد الصفة لو قصيرة بنحط فيها er وخلاص تمام لكن الصفة لو طويلة بنحط قبلها يا اما more يا اما less في صفات ما بترداش خلاص يتحط لها er وبيتغير شكلها زي bad هتبقى worse than وgood بتبقى better than طيب what sports does you like يا ميس هنا في ضمير you وفي مصدر يبقى هنا you من ايه من عالة do do you nada is bad at a bad at good at great at اي صفة at يا ولاد بيجي بعدها الفعل في i energy doing okay number eight he is great at flying okay نشوف nine what are your favorite sports ده احنا حتى حفظنها بنقول what what is your favorite sport okay i like like يا ولاد من الكلمات اللي بيجي بعدها الفعل في ing watching like بيجي بعدها الفعل في ing number eleven i like playing squash in my town i like playing squash sorry يا ولاد i like playing squash in my own ولا on my own بنفسي on my own on my own okay i always play football by a team ولا in a team حروف الجار يا ولاد خلي بالكم منها بصراحة مراجعة لذيذة 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 جدا جدا وشاملة ما شاء الله ما شاء الله جزا الله كل خير المدرس اللي عملها okay who is your favorite sport استحالة حتى وإحنا بننطقها معاشر لطق صح what what is your favorite sport my uncle does good at swimming does ولا does does اه هيبقى my uncle هنا يا ولاد is is طب ليه يا مس ما جبناش does لاني does دي يا ولاد فاعل مساعد دي تيجي فاعل مساعد لفاعل كبير فاعل مساعد لفاعل does تيجي فاعل مساعد لفاعل هلف الجملة يا ولاد فاعل تساعدوا لأ يبقى مين اللي بقى اللي ممكن ييجي من غير فاعل يساعدوا is يا ولاد verb to be ودي معلومة جميلة جدا my uncle my uncle my uncle is I won a prize the age of ten لا احنا اخذ نهاي يا ولاد at at the age of ten في عمر at the age of at the age of okay ali 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 an athlete for special needs هنا علي بيقول ايه يا ولاد انه هو athlete for special needs هنا يا ولاد ali is an athlete for special needs يعني علي بيكون لاعب رياضي للقدرات خاصة او الاحتياجات خاصة ولا with اهو السؤال ده يا ولاد يعني ممكن الناس تنخدع فيه athlete with special needs with special needs هنا with معناها ذوي احتياجات خاصة with هنا ذوي احتياجات خاصة السؤال number 16 ده جميل جدا 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 number 17 what sports does ولاد طبعا ويا ولاد بييجي معهد ايه هنا اي باد ات اي 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 ايدا هيا اي بتاخد ار لا اي 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 سمارت زين مي هنا اي 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 ار يو سمارت زين سمارت دي صفة سيارة يمس هتبقى سمارت سمارتر سمارت ونحط اي سمارت 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 اهو اهو يولد نقولها تاني لو صفة صيرة بنحط ار لو صفة طويلة بنحط قبلها مور او وفي صفة شاز ما بترداش بنغيرها number 20 ايه ده يا مس احنا يعني صغنانين هي بتاخد اصلا هو يضحك علينا لا احنا شطرين وعارفين انتوا حافظينها يا حبيبي ايه الكلمات اللي بيجيبها الصعبة دي واحنا بالقصد السهلة سهلة جدا مش صعبة هو يعني لا الحاجات دي يا مس السهلة سبينا نحلها احنا طبعا ايه ده طبعا الصفة دي السيارة هتبقى أظن الموجود هنا في سهل جدا في سهل جدا افوش اي حاجة طيب تعالوا برضو نشوف ده is your phone old than هاي بقى older than اوكي older اوكي is winter cold than colder تمام صفات قصيرة what sports do she طبعا شي يا ولاد بيجي معها مش do بيجي معها does what sports are you like to do حبيب الحلوين هنا هنقول what sports are ولا do وايه الفرق يا miss or هنا ماينفعش تيجي اولا مع مصدر لو or جاه معها اي انجي كانت تشتغل تمام حلوة اولا تاني حاجة هنا or ايه اللي بيجي مع or هنا do اللي بتيجي مع فعل في مصدر do بتيجي هنا فعل مع اي مع مصدر your favorite athlete يبقى هنا يا ولاد who من هو الاسلت المفضل اللي لديك who okay is she bad at يبقى is she bad at انجليش than ماس هنا bad يا ولاد بتبقى worth worth than ali isn't great at do like like بيجي بعدها الفعل في اي انجيز ما قلنا playing what is your favorite sports شايفين جامع يبقى what are we are bad at drawing تابتع نشوف القطعة البسج التحت دي we thrilled we have many sports in egypt my favorite sports طبعا هتبقى or لاني دي جامع هتبقى or okay is football basketball and tennis i am good at basketball then هنا في then يا ولاد يبقى هنا هنقول better i am better لاني good دي من الصفات اللي هي الشزة at basketball then i am at tennis i am great طبعا at okay football i don't play football on my own بنفس on okay i always play play in a team okay in a team وبكده يا ولاد يكون ال grammar بتاع unit two خلص okay تعالوا روح نشوف grammar unit three okay تمام يا ولاد how to how do i look تعالوا نقول number one we need to طبعا need to يا ولاد بيجي بعدها المصدر يحتاج ان بيجي بعدها المصدر يبقى نشيلي الاس back okay i only need to go okay remember المصدر يا ولاد المصدر هو بنستخدمه للأمر remember okay مش remember remember come on الأمر يا ولاد الأمر دايما الفعل اللي بيجي في الأول يا ولاد كأمر بيجي مصدر come on she were a cotton green اه تعالوا بقى يا ولاد كده للسؤال المحير الملايين كلهم يا جماعة ترتيب الصفات بص يا ولاد الصفات يا حبيبي انتو عندكم حط تؤديكم على الاسم الاسم هو يا ولاد انتو هتوصفوه الاسم اللي هتوصفوه الحاجة القريبة للاسم بتبقى هي المادة وبعدين اللون المادة وبعدين اللون انا بجيب الترتيب من نحية الاسم يا ولاد من نحية اليمين مش من نحية الشمال يبقى هنقول هنا ايه هنقول هنا يا ولاد هنقول green cotton dress يبقى تعالوا نقول يا ولاد الترتيب الصفات قاد الاسم يبقى جنبه المادة وبعده اللون بس من نحية اليمين يا ولاد انا بلدت بالصفات دايما يا ولاد من نحية الاسم اوكي بتبقى اسهل شوية حطي ايدك على الاسم وبعدين الاسم هات جنبه من نحية الشمال كده المادة وبعد المادة من نحية الشمال برضو اللون تمام اوكي من على شمال الاسم يا ولاد مش من على شمالك انت من على شمال الاسم اوكي هنا بقى جينا بقى الزمن تاني خالص 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 يستردي زمن الماضي هتبقى لان زمن الماضي يا ولاد الفعل لازم يتغير لصيغة الماضي هنا الفعل ماضي يبقى هنا الفعل لازم يبقى ماضي ووز اوكي معايا جماعة معايا اللون ادي لزيزة اللي leave the party to catch a train last week last week يبقى leave لازم تبقى left طبعا لازم تكون حافظ الافعال الماضي اي number 13 she buy address last night طبعا يا ولاد باي هتبقى بوت عشان دفع زمن الماضي بوت هنا هتبقى they go to Alex last friday go هتبقى went لان لان دف زمن الماضي I enjoy the match yesterday yesterday من علامات الماضي بق enjoyed طبعا طبعا يولاد اللي فاهم الماضي البسيط اللي هو تصريفي التاني للفعل وبننفي didn't هيبقى تمام طب فيه هنا حاجة هتجي لكم دلوقت يولاد هتجي لكم دلوقت يولاد هنا Ellie doesn't study last night ايه اللي جاب doesn't هنا doesn't تحت المدارع امشي روح للمدارع بتاعك احنا عندنا الفعل المساعد للماضي didn't الفعل المساعد للماضي didn't اوكي هنا بقى يا حبيبي يعني دي بتجي في المتحانات خالص يعني she didn't bought a scarf ينفع didn't يا ولاد ييجي معها الماضي استحالة مش didn't دي بتعبر عن الماضي بتقوم وتقف وتقول ايه انا الماضي محدش يجي معايا ماضي تاني استحالة يا جماعة didn't بتقوم وتقول ايه انا الماضي محدش يجي ماضي معايا ويجي معايا مصدر اللي هو buy يبقى did بيجي معاها مصدر يا ولاد اوكي we don't catch fish yesterday yesterday طبعا yesterday بتخلينا نستخدم الفعل المساعد للماضي اللي هو didn't فعل المساعد للماضي اللي هو didn't هنا 20 do you go to the the last يبقى did did فعل المساعد الماضي did فعل المساعد للماضي did وطبعا did بيجي معاها مصدر خد بالكم من دي هنا farida is at the park yesterday لا is a miss هتبقى walls walls اوكي he had to wear and هنا ترتيب صفات يا ولاد تعالوا نشوف ترتيب الصفات بالله عليكم حط ايدك على الاسم اوكي او هات الجنب الاسم مادة مادة مفيش مادة يبقى تروح للون يبقى اللون هو اللي يبقى جنب الاسم يا ولاد خد بالكم الحتة دي يا حبيبي خد بالكم انا بحط ايدها الاسم بقى اللي جنبه ببقى مادة مفيش مادة المادة المصنوع منها طيب خلاص ما فيش مادة خلاص نروح للون مادة لون وبعدين عمر وبعدين بعد كده اي حاجة تانية مادة لون عمر مادة لون عمر اوكي وبعدين الحجم لو عاوزون بقى تكمل وبعدين حجم يا ولاد وبعدين شكل اوكي يبقى هي هاتو وير ان هاتو بقى ايه او او اورنج يا جماعة شايفين كلمة اجو يبقى الفعل المساعد بتاعها يا جماعة دد ماضي دد دد دي مفترية يا جماعة هي في زمن الماضي يبقى الفعل المساعد بتاعها الماضي دد دد اوكي اي وين توز السينيما ان طبعا هنا يا ولاد الفعل ماضي يبقى الفعل التاني لازم يبقى ماضي واضش اي طيب تعالوا نروح يا ولاد اللي اللي هومورك اللي هو المستر عامل بسم الله هنا ايجو توز كلاب تو مش فور تو المصدر لكي العب تنس لأ هتبقى عشان في هتبقى وزنت ايجو 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 لازت هنا موجودة يبقى تبقى للمساعد للماضي ايجو تمام لكي اشتري يستردي شي طبعا يستردي هتبقى هاد نروح لسي يبقى visited يا جماعة السؤال خلاص بقى في ايديكم ما شاء الله يعني لو انت فهمتم the movie the movie yesterday هتبقى started الماضي ايجو 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 in the park last يبقى هنا مت الماضي من مت مت she wore a coat for two there is or some oranges in the fridge last night لأ هنا ياولاد هتبقى where where to be في الماضي where okay طب ليست خدمنا وار ياولاد ما استخدمناش did لان ياولاد هنا ما فيش فعل هنا ايه اساسي خلي بالك اولاد did وdo وdoes بيساعدوا فعلتين في الجملة بيساعدوا فعلتين لكن وزور وامو وفر بتبعها متا بيينفع هيجي لوحده لكن did ما ينفعش تيجي فعل مساعد يعني هي اسمها فعل مساعد يبقى لازم يبقى في فعل كبير عشان تساعده يلا نحط كل الافعال في الماضي هنا بقى تو كتش هنا تو كتش لكي ألطحق the pass in time at the office I had a busy day filled with meeting after work I met friends for dinner and enjoyed at this delicious meal later I watched move before going to bed early